تهدف الرضاعة إلى أكثر من مجرد توفير الغداء ينشط المص الدورة الدموية وتطور المخ فضلاً عن ذلك يشبع الطفل ليس فقط جوعه بل أيضاً حاجته إلى دفء إنساني وإلى الشعور بالطمانينة يحتوي حليب الأم على كل ما يحتاج الطفل إليه من مواد مغذية ومقوية لمناعة الجسد كما أنه يوفر الوقاية من الحساسية أينما تواجدت الأم تواجد غذاء الطفل وبالكمية المناسبة ودرجة الحرارة المناسبة حتى في أشد الأيام حرارة في الصيف لا يحتاج الطفل الذي يعتمد كلياً على الرضاعة إلى تناول سوائل إضافية يا ايدي سلط هلاتي موسيقى على ما أخبه أنه إشتغلات متفقتٍ وكنت أن أخبه السرين وانها أخبه أسنان وآخبه أسنان أحبه لبداً أن يكون بهزم جدية أنه يسهاح يفزيح إذاً تلقن أنه يفزمع أنه يعمل أنه يعمل سيوم كما يمكن تعديئة حليب الأم بوسطة مضخة إذا قام الأب مثلاً برعاية الطفل لفترة طويلة نسبياً ولكن أفضل طريقة دائماً الإرضاع المباشر مع ذلك هناك أحياناً بعض الصعوبات منها مثلاً أن الحليب يسيل بوتيرة أسرع من اللازم أو أن الحلمة تلتهب أو أن الطفل لا يشبع بسرعة أو أنه يجب إيقاظه باستمرار أو أنه يصرخ وكأنه لا يشبع في جميع هذه الحالات هناك نصائح قيمة كل ما تتناوله الأم يشربه الطفل هذا ينطبق على تدخين السجارة بين حين وآخر وعلى الأدوية كما أنه ينطبق على كأس صغير من النبيذ من شأن بعض المواد الغذائية أن تسبب لدى الطفل صمداً في منطقة الشرج أو انتفاخ البطن والغازات لذا عليك خاصة أثناء فترة الرضاعة التقيد بنظام غذائي صحي قدر الإمكان لأن طفلك يقاسمك كل ما تأكلينه تقوي رضاعة العلاقة بين الأم وطفلها ولا تكلف شيئاً وهي عملية وصحية ويمكن استعمالها حتى مع توأمين كما أن الرضاعة تهيئ الطفل لحياتي وتشكل تجربة رائعة للأم ويقشرات جديدة لا تقوي الوضع وأدعم 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 أدعم ترجمة نانسي قنقر